خلينا وقعيين دلوقتي بيحصل عند من الاتنين مين اللي يفك العند وهو كل واحد راكب دماغه مين يعترف انه خلاص وقت الاكشن زي ما الدكتور قال مشكلة صغيرة بس كلمة من هنا على كلمة من هنا الموضوع قلب بعند مين يتصرف الاقوى هو اللي بيتصرف يعني ومش على طول الوقت الرجل اقوى ولا على طول الوقت المرأة اقوى الاقوى في الوقت ده هو فعلا اللي هيفك الموضوع بس التاني بقى ما يعنيتش قصاده زيادة يعني مثلا بعرف ناس لما بيقفوا في العند ده بيجي الرجل سايبها وماشي هي مش عايزة كده هي عايزة يقف قصادها يتخانق معاه هو بيسيبها ويمشي مش عشان هو ضعيف لا هو قوي هو عارف انه لو وقف ممكن يحصل منها غلط ممكن يحصل منه غلط ممكن يتطور الموضوع فبيسيبها ويمشي فهنا انا بشوف ان ده قوة منه انه هو لقه دي وبعدين هنرجع نتكلم شايف ان ده حل نعمل بس كده عند بعض الشخصيات اصلا احنا ان احنا كبشر شخصياتنا مختلفة عن بعض يعني فيه واحد بيعرف يواجه وفيه واحد ما بيعرفش فيه واحد بيعرف يفطفض وفيه واحد ما بيعرفش طب هل تنصح بان هما عشان يفكوا الكلاش ده لو طول ايام انه يلجأوا لطرف تالت اه طبعا لو طول هو اساسا مفروض ما يناموش وهم زعلانين يعني في نفس اليوم يعني النخلاف اعيز اقول لحضرتك حاجة احنا عندنا في علم النفس النوم بيثبت الحاجة اللي حضرتك نمت عليها يعني لو انا نمت زعلان هصحى تاني يوم طاقتي كلها زعل فممكن يبان على جسمي في اي حتة تلاقي مثلا حد لو زعل قوي لو قدر الله يقوم عنده شلل بتحصل وحد تاني يقوم عنده علامات كده في جسمه وحد يقوم عنده صداع طب تخيل بقى انك نمت زعلان من حد واشريك حياتك وبتحبه فتاني يوم هيبقى فيه طاقة نفور من الحد ده فاحنا كده بنزود الموضوع فلو زاد اكتر من يوم وهم مش عارفين يحلوا مع بعض بالعكس طرف تالت زو ثقة احسن بكتير من انه هما يطولوا المدة لان كمان فيه حاجة بتحصل كتير بنشوفها يعني فكرة الكتمان ان هما بيبقوا كاتمين مش عارفين يعبروا البعض بالهم فترة طويلة من ان هما زعلانين من حاجات صغيرة بتفضل تتراكم 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 ومرة واحدة يصوروا على ادفع الاسباب هي غالبة ما بتكونش ادفع الاسباب هي غالبة ما بتكون تراكمات فعشان كده بنقول عايزين نتعلم لصحتنا النفسية ان الكتمان ده اخطر حاجة صحتنا النفسية